لا تخد عنكم المظاهر البراقة، ليس كل ما يلمع حقيقياً، وهذه الصور عن التحرر والانفتاح ليست لكم، ربما هي رسائل الحكم السعودي الشاب للخارج المتحضر لا أكثر ولا أقل. هل يمكن أن نقرأ المشهد بهذه الطريقة ونكون محقين فعلاً؟ أم أن المحاولات والتغيير يمر بمطبات؟ مطبات تقطع أرزاقاً وتقيل مديرين؟ لم نتعود في العالم العربي عامة وفي السعودية خاصة أن تصلنا التعليمات الدقيقة. علينا أن نكتشفها وندفع ثمان فهمنا الخاطئ. ماذا حدث في السعودية عندما صدح صوت ماجد الرومي قرب المدينة المنورة؟ نقل حفلة المطربة اللبنانية ماجد الرومي على شاشة القناة الحكومية السعودية أمر لا يليق. مهلاً، الحفلة قيمت في السعودية وليس هذا فقط، بل كانت ضمن مهرجان مقام بمحافظة العلا في المدينة المنورة. أين الخطوط الحمراء؟ من بقية الخطوط، فمدير القناة الحكومية تمت إقالته فور نقله للحفلة. والبث تم قطعه بمجرد من تبه الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة وتلفزيون داود الشريان للأمر. والفعالية التي لا تليق بالقناة كما قال الشريان، يبدو أنها تليق فقط بالمدينة المنورة. ماذا يحدث هناك في السعودية؟ الناس تحضر وميكرافون ماجد الرومي ارتبكت في السعودية في أول حفلة لها في البلد العربي الأكثر تشدداً دينياً، والبلد العربي الذي أفتى بتحريم الموسيقى لعقود. أعتذر منكم إذا شوية ملبكين نحن، بس هاي أصحب حفلة عملتها في حياتي. حفلة ماجد الرومي دفع ثمنها غالياً مدير القناة السعودية الأولى وليد المجلي، لأنه بث الحفلة على الهواء مباشرةً. ولكن يدور الحديث الآن عن إمكانية أن يدفع الشريان نفسه ثمن طرد المجلي. لا يعرف الاثنان أين تنتهي وأين تبدأ حفلة الانفتاح في السعودية. وعلى خلاف الواقع، لم تكن حفلة الرومي الحدث الأبرز، بل تصدرت تداعيتها المشهد. إنها ومضة ضوء، كشفت عن حقيقة لا لبس فيها حول صراع عميق بين هيئة كبار العلماء، التي لم تر ضيراً في دعم السعودية لقنوات تلفزيونية كروتانا وإي آر تي وإم بي سي، مدام نشاطها خارج حدود المملكة، وهيئة الترفيه، اليد التي تعمل على تحديث صورة النظام الحاكم وتقديمه للغرب بوصفه نظاماً شاباً منفتحاً متحرراً.